السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم النهاردة نشرح النص المعلوماتي انا زكي من منهج اللغة العربية الجديد للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب انا اقرأ مع بعض النص المعلوماتي انا زكي وانت زكي جميعنا اسكياء فقد ميز الله الانسان عن غيره من المخلوقات بالعقل ووهبه قدرات ومهارات تختلف من شخص لاخر وهذا ما يسمى الزكاء ولكل من العديد من الزكاءات والقدرات وقسمها العالم هاورد جاردنر الى عدة زكاءات اسماها نظرية الزكاءات المتعددة هذه الزكاءات توجد جميعها داخل كل انسان منا ولكن قد يزيد زكاء على زكاء وكلها قابلة للتطوير طيلة الحياة تبعا لرغبة الشخص وامانه بقدراته نجيب لك سؤال من صاحب نظرية الزكاءات المتعددة العالم هاورد جاردنر اولا الزكاء اللغوي ايه هو الزكاء اللغوي هو ان يمتلك الفرض القدرة على توظيف مهاراته اللغوية والذين يمتلكون الزكاء اللغوي يجيدون الكتابة والتحدث والاستماع للاخرين ويكون لديهم القدرة على الاقناع ويفضلون اللعب بالكلمات المتقاطعة وكتابة اليوميات الزكاء اللغوي نطوره بالقراءة الكتابة تبادل اطراف الحديث والاستماع طب هنا جيب لك سؤال اكمل اصحاب الزكاء اللغوي يجيدون نقط فنكتب نقول يجيدون الكتابة والتحدث والاستماع للاخرين طب السؤال الثاني بيقول لك كيف نطور الزكاء اللغوي فتقول نطوره بالقراءة والكتابة تبادل اطراف الحديث والاستماع ثانيا الزكاء الحرك بيقول لك لذا اصحاب القدرة على التحكم في حركات الجسم والتعامل مع الاشياء بمهارة يحبون التقاط الصور والرسم والتلوين والنحت وصنع المخططات والرسومات الزكاء الحركي نطوره بالرياضة التمثيل البناء والفك والتركيب والاعمال اليدوية طب هنا يجيب لك سؤال ما ابرز سمات اصحاب الزكاء الحركي ابرز سمات اصحاب الزكاء الحركي تكتب تقول ايه يحبون التقاط الصور والرسم والتلوين والنحت وصنع المخططات والرسومات ثالثا الزكاء الموسيقى يتعلمه اصحابه بسرعة من خلال الاصوات والنغامات والموسيقى وهم ماهرون في لعبة حفظ وتذكر النغامات مع التصفيق ويستطيعون ادراك الجمل الموسيقية نطور الزكاء الموسيقي نطوره بالغناء استعمال الادوات الموسيقية المختلفة نطوره بالغناء واستعمال الادوات الموسيقية المختلفة سين سؤال ما صفات من يتميزون بالزكاء الموسيقي فتقول ماهرون في لعبة حفظ وتذكر النغامات مع التصفيق ويستطيعون إدراك الجمل الموسيقية رابعا الزكاء الاجتماعي الزكاء الاجتماعي هو زكاء العلاقات مع الآخرين لذا أصحابه علاقات جيدة مع الآخرين من خلالها يفهمون أنفسهم والعالم المحيط بهم وهم متكلمون جيدون ومتعاونون في التعليم والعمل ويحبون المنافسة والمناقشة طب هنا أقول لك الزكاء الاجتماعي نطوره به نطوره به المشاركة التعليم التعاون التفاعل طب أنا جيب لك سين سؤال كيف نستطيع تطوير الزكاء الاجتماعي نطوره به المشاركة والتعليم والتعاون والتفاعل خامسا الزكاء المنطقي أو الرياضي أصحابه يبتكرون طرائق للترتيب باستخدام التحليل والتجميع والتصنيف يستمتعون بفك وإصلاح الأشياء وتركيب البازل وحل الألغاز يحبون المناقشة نطوره به قال لك نطوره به المسائل الحسابية التحليل والتفسير أداء التجارب العملية فهنا جيب لك سين سؤال صف أصحاب الزكاء المنطقي يبقى أصحاب الزكاء المنطقي يبتكرون طرائق للترتيب باستخدام التحليل والتجميع والتصنيف يستمتعون بفك وإصلاح الأشياء وتركيب البازل وحل الألغاز ويحبون المناقشة سادسا الزكاء الزاتي إيه هو الزكاء الزاتي لك المقصود به زكاء فهم الزاتي ولد هؤلاء إحساس قوي بأنفسهم ورغباتهم واحتياجاتهم لديهم وعي وفهم لمختلف المشاعر معظمهم حالمون ويكتبون الشعر والنثر ويجيدون التخطيط ووضع الأهداف يحبون التأمل يفكرون في حل المشكلات طب الزكاء الزاتي نطوره بالتأمل والتفكر ومعرفة المتعلم لقدراته وزيادة ثقته بنفسهم طب هنا يقول لك سين سؤال ما المقصود بالزكاء الزاتي المقصود به المقصود به زكاء فهم الزاتي المقصود به زكاء فهم الزاتي سابعا الزكاء البصري المكاني الزكاء البصري المكاني هنا أقول لك يتمثل في قدرة صاحبه على إدراك المكان والشكل والفراغي ويتميز المهندسون المعماريون بهذا النوع من الزكاء نطوره بالألعاب الألكترونية ذات الأبعاد السلاسية وألعاب الفك والتركيب واستخدام الخرائط والمخططات البصارية كالرسوم البيانية وممارسة الفنون التشكيلية طب هنا أقول لك سين سؤال من الذين يتميزون بالزكاء البصري المكاني؟ المهندسون المعماريون المهندسون المعماريون بعد أن تأكدت من أنك زكي لا تكتفي بذلك بل اجتهد في تطوير زكائك وابحث لك عن زكاء آخر ونمه لتحقق حلمك وتحرز النجاح الذي تتمناه لك طب هنا يجب لك سين سؤال هل يكتفي الإنسان بمعرفته إنه زكي؟ فتقول لا بل عليه أن يجتهد في تطوير زكاؤه ويبحث له عن زكاء آخر وينميه ليحقق حلمه ويحرز النجاح الذي يتمناه له ولبلده قاموس الأضواء الكلمة معناها زكي معناها سريع الفهم ميز معناها فرز عزل والمراض فضل وهب معناها رزق منح أعطى التطوير معناها التحسين طيلة الحياة معناها مداها مدتها يمتلك معناها يحرز يجيدون معناها يتقنون يحسنون التحكم التصرف التفاعل معناها التأثير المتبادل يبتكرون يخترعون يبتدعون التحليل معناها التفكيق إلى أجزاء التجميع معناها الجمع التصنيف معناها التقصيم إلى فئات الألغاز ما يصعب فهمه أو حله ويحتاج إلى تفكير يبقى الألغاز ما يصعب فهمه أو حله ويحتاج إلى تفكير وعي معناها فهم سلامة إدراك إدراك معناها فهم تمييز تحرزه معناها تحققه الكلمة ومضادها زكي مضادها بليد تختلف مضادها تتشابه يزيد مضادها ينقص يقل رغبة مضادها إعراض رهبة يجيدون مضادها يسيئون القدرة مضادها العجز الفك مضادها التركيب تذكر مضادها نسيان التعاون مضادها التخازل التنازع يحبون مضادها يكرهون حل مضادها تعقيد تكتفي مضادها تحتاج بعد كده عندنا المفرد جمع زكي جمعها ازكياء نظرية جمعها نظريات الفرض جمعها الأفراد اللغة جمعها اللغات الجسم جمعها الأكسام الجسوم العالم جمعها العوالم العالمون المنافسة جمعها المنافسات المناقشة جمعها المناقشات الزات جمعها الزوات الشعر جمعها الأشعار المكان جمعها الأمكنة الأماكن الشكل جمعها الأشكال بعد كده عندنا الجمع ومفرده فقال لك أسكياء مفردها زكي المخلوقات مفردها المخلوق الزكاءات مفردها الزكاء اليوميات مفردها اليومية حركات مفردها حركة المخططات مفردها المخطط الرسومات مفردها الرسمة النغامات مفردها النغمة الصيغ مفردها الصيغة طرائق مفردها طريقة الألغاز مفردها اللغز التجارب مفردها التجربة الخرائط مفردها الخريطة الأبعاد مفردها البعد الفنون مفردها الفن بعد كده نشوف مع بعض أضواء النص المعلومات في سؤال وجواب واحد هل كل الأشخاص أسكياء ولماذا؟ نعم كل الأشخاص أسكياء لأن الله عز وجل ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل ووهبه قدرات ومهارات تسمى الزكاء طب رقم اثنين هل الزكاءات المتعددة داخل كل إنسان متطابقة ومتساوية؟ فهنا قال لك الإجابة لا ليست متطابقة ولا متساوية فقد يزيد زكاء على زكاء رقم ثلاثة ما ملخص نظرية هاورد جاردينر عن الزكاء؟ قصم جاردينر الزكاء إلى أنواع عدة سماها نظرية الزكاءات المتعددة وهذه الأنواع توجد داخل كل إنسان منا ولكن قد يزيد زكاء على زكاء وهي قابلة للتطوير طيلة الحياة بناء على رغبة الشخص وإيمانه بقدراتهم في رقم أربع ما أنواع الزكاءات عند جاردينر؟ سبعة أنواع هي الزكاء اللغوي الزكاء الحركي الزكاء الموسيقي الزكاء الاجتماعي الزكاء المنطقي أو الرياضي الزكاء الزاتي الزكاء البصري المكاني في رقم خمسة ما المقصود بالزكاء اللغوي وكيف نطوره يقصد به امتلاك الفرد القدرة على توظيف مهاراته اللغوية من خلال القراءة والاستماع وإيجادة الكتابة والتحدث والقدرة على الإقناع ونطور ذلك كل بالقراءة والكتابة وتبادل أطراف الحديث والاستماع في رقم ستة ما أهم صفات أصحاب الزكاء الحركي وما أبرز الأعمال التي يحبونها قال لك القدرة على التحكم في حركات الجسم والتعامل مع الأشياء بمهارة وهم يحبون التقاط الصور والرسمة والتلوينة والنحتة وصنع المخططات والرسومات رقم سبع ماذا تعرف عن الزكاء الموسيقي يتعلم أصحابه بسرعة عن طريق الأصوات والنغمات والموسيقى وهم ماهرون في حفظ وتذكر النغمات مع التصفيق وإدراك الجمل الموسيقية ونطور هذا النوع من الزكاء بالغناء واستعمال الآلات الموسيقية المختلفة الصور رقم تمانية ما الزكاء الاجتماعي وكيف ننميه وزكاء العلاقات مع الآخرين وننميه بالمشاركة والتعليم والتعاون والتفاعل الصور رقم تسعة بما يتميز أصحاب الزكاء المنطقي أو الرياضي يتميزون بأنهم يبتكرون طرائق للترتيب باستخدام التحليل والتجميع والتصنيف ويستمتعون بفك الأشياء وإصلاحهم وحل الألغاز وتركيب البازل ويحبون المناقشة رقم عشر صف الشخص الذي يتمتع بالذكاء الزاتي للك هو شخص يفهم ذاته ولديه إحساس قوي بنفسه ورغباته وإحتياجاته ولديه وعي وفهم لمختلف المشاعر وهو في الغالب حالم يجيد التعبير بالشعر والنثر ويجيد التخطيط ووضع الأهداف والتفكير في حل المشكلات ويتطور الزكاء لدى هذا الشخص بالتأمل والتفكر ومعرفة المتعلم لقدراته وزيادة ثقته بنفسهم الصور رقم حداشر كيف يظهر الزكاء البصر المكاني يظهر في القدرة على إدراك المكان والشكل والفراغ رقم اتناشر ماذا تفعل بعد أن تأكدت من أنك زكي لا أكتفي بهذا ولكن أجتهد في تطوير زكائي وأبحث لي عن نوع آخر من الزكاء وأطوره لأحقق حلمي وأحرز النجاح الذي أتمناه لي ولبلدي الصور رقم 13 زميل لك يرى أنه ليس زكيا ماذا تقول لهم كل البشر أسكياء ولكن تختلف أشكال الزكاء من شخص لآخر ابحث عن أشكال الزكاء الخاصة بك وطورها وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم نحل مع بعض تدريبات الأضواء على النص المعلوماتي أنا زكي وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة